إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله رحمة الله المهدا ونعمة الله المزدا أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار وإلى أن ترث الأرض ومن عليها يا عزيز يا غفار ولا تحرمنا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه في برنامجنا اليومي الرمضاني نصيحة لوجه الله يسرنا اليوم أن نقدم نصيحة أراها في غاية الأهمية نعم فتقرؤون الآن على الشاشة عنوان هذه النصيحة لا تهنها أمام أبنائها علمتم طبعا أننا نعني لا تهن أم أبنائك لا تهن زوجتك لا تهن شريكة الحياة لا تهن التي قدمت لك كل غال ونفيس ولم تبخل عليك بما من الله به عليها نعم إنها ينبغي ينبغي أن تكون محلة كريم عندك وأن تخاطب هذه السيدة باللغة الودية لغة المودة والرحمة التي تحدثنا عنها كثيرا فيما سبق والتي ذكرها رب العزة في كتابه الكريم واعتبرها عماد الحياة الزوجية وماء الحياة بالنسبة للحياة الزوجية لا تهنها فخيركم خيركم لأهله وكان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله من حقك أن تعاتبها نعم أيضا بهذه اللغة الكريمة ولكن حذاري أن تهين أما أمام أبنائها نعم فإن البنين والبنات يكرهون الأب أو الوالدة الذي يهين أمهم أمامهم نعم يكرهون حتى ولو كان أباهم نعم حتى لو كان أباهم هي بالنسبة للولد والبنت أغلى الناس إنها أحب الناس إلى الولد وإلى البنت بل أقول شيئا مهما جدا الولد يعتبر نفسه حامي الحمى الأول عن أمه يعتبر نفسه المدافع الأول عن أمه والمنوط به أن ينتقم لها إذا أهينت فأنت حينما تلعنها أمامهم أو تؤذيها في شرفها أو تسمعها ما لا يليق من عبارات الأذية الفاحشة والله لا أرضى لك ذلك ولا يليق أبدا بك ذلك وليست هذه أبدا اللغة التي تجلب المودة والرحمة بين أي زوجين حتى يعيش أهل الدار في ألفة ومحبة فاتق الله وكن على حذر من غضب الولد وغضب البنت على أبيهم لأنه باختصار شديد أهان أمهما ولولا أنك أبوه لن قض عليك ورأيت منه ما لم تتوقع أيو الله لكنه يقع في حرج شديد بين أبيه وهو أبوه صاحب المنزلة لديه وبين أمه التي أهينت أمامه ووقف عاجزا لا يدري ماذا يفعل فلا تفعلها رحمن الله وإياه ثم اعلم رحمك الله إن أنت أهنت أمهم أمامهم فقد أفقدتها فقد أفقدتها مصداقيتها التربوية والتعليمية يعني إيه بعد أن كانت أهلا للتربية وللتعليم لأولادها هي بالفطرة مؤهلة للقيام بهذا الدور وحريصة على أبنائها وبنتها وتربيتهم وتعليمهم وتأذيبهم وتهذيبهم حريصة على ذلك وتؤدي هذا الدور قدر استطاعتها ولكن عندما تهان من قبل رب الأسرة فإنه كما قلت وأؤكد يعرض مصداقيتها التربوية للخطر بأي وجه بعد ذلك تعاتب ولدها أو تنصح ولدها وهي التي أهينت أمامه منذ قليل لا لا يجوز أنا في الحقيقة يسوءني كثيرا يسوءني كثيرا أن أسمع أو أن أشاهد أن أسمع عن موقف كهذا يجري في بيوت المسلمين التي تقوم في الأصل على المودة والرحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر